السوري يحضرني في الساعة الأولى من هذا البرنامج وضيفي فيه هو المعارض السوري الأستاذ زهير سالم مدير مركز الشرق العربي في لندن فباسمكم أعزاء المشاهدين وحييه أجمل التحية وأهلاً وسهلاً أهلاً بك يا أستاذ زهير لدينا بعض المحاور من جملة الواقع على الأرض أرض المعارك وقمة الثمانية وقفة طويلة معها توافقات القمة واعتراضاتها مواجهة التطرف والكيميائي المعارضة السورية إلى أين مؤتمر جينيف الثاني لماذا بدأ الحديث عن جينيف وأرجو أن تحلل هذه المحاور إلى السادة المشاهدين فتفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يعني بعد سبعة وعشرين شهراً من الثورة يجب أن يكون السوريون قد تعلموا الكثير ومن أبرز ما يجب أن يكونوا قد تعلموه هو التوقف عن انتظار الآخرين وأنا أحب أن أقول بهذه المناسبة بأننا في شريعتنا يجب أن نشجب وبعض الناس بنى ما هي شريعتكم؟ في شريعتنا الإسلامية يجب أن نشجب فقه الانتظار هذا الذي أسس الكثير من أصحاب النظريات والمذاهب موقفهم عليه بأن عليهم دائماً أن ينتظروا لنأخذ من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا تقوم حتى يغرسها ما قال له انتظر المهدي حتى يغرسها قال له فليغرسها يعني أن يكون المسلم مباشراً مبادراً يقوم بعمله بنفسه لا أن يجلس ويقول سيأتي المهدي وسينزل المسيح وسيقيمان الملة العوجاء وسيحاربان أهل الكفر والفجور والظلم هذه النظرية نظرية الانتظار انتظار الغائب المفقود الموعود يعني أستطيع أن أزعم بأنها ليس لها أساس مكين في دين الله وفي شريعة الإسلام طبعاً نحن تحدثنا كغيرنا من الناس كثيراً عن قمة الثمانية تحدثنا عن اللقاء المرتقق بين أوباما وبين بوتين اليوم نحن نخرج بحصاد كما يراه كل السوريين نستطيع أن نقول إذا لم أقل حصاد بائس وأردت أن أكون أكثر دبلوماسية أستطيع أن أقول حصاد متواضع زهيد لا يمكن لإنسان أن يعول عليه كثيراً وفي الوقت الذي كان بالأمس بالأمس فقط في قمة الثمانية يتحدثون عن عودة إلى دوامة التحقيقات التي لن تقنع بوتين ولن تقنع روسيا بعد أن قامت كل الشواهد العلمية والمخبرية على أن بشار الأسد قد استخدم الكيماوي ضد أبناء شعبه صبحنا اليوم بشار الأسد مرة ثانية باستخدام الكيماوي جهاراً نهاراً وكأنه يتحدى العالم أجمع باستخدام الكيماوي في مدينة أو بلدة أو ضاحية زملكة القريبة من دمشق العاصمة والآن أنا لا أظن أن هذا المجتمع الدولي بكل ما يملك من قدرات ومن تكنولوجيا عاجز في هذه اللحظة أو في لحظة وقوع الحدث وانتشاره على صفحات الفيسبوك أن يرسل لجنة معتمدة لكي تقول كلمتها في هذا الذي جرى في زملكة الذي جرى في زملكة أن هناك بشراً قد قتلوا بسلاح كيماوي استخدمه بشار الأسد يجب أن تكون هناك مبادرة على قدر الحدث انصراف المجتمع الدولي عن هذا وتشاغله بأمور أخرى يجعلنا نبدأ ونعيد بأننا يجب أن نتحدث بطريقة أخرى أخي نبيل اسمح لي أقول كلام والكلام الذي سأقوله جد مهم نحن منذ قامت هذه الثورة كنا نتحدث عن ضرورة وحدة المعارضة السورية في الخارج ولأمر ما ولأمور كثيرة المعارضة السورية في الخارج لم تتحد كما يجب دعني أقول لكنني اليوم أتكلم من موقع الخائف الوجل عن ضرورة توحد القيادات الثورية العسكرية على الأرض اليوم العديد من المواقع ومن التراجعات ولا أريد أن أستعمل الهزائم حصلت على الأرض السورية لأن الثوار على الأرض الكتائب المتجاورة على الأرض أنا الآن لن أتحدث عن كتائب دمشق وحلب على ما بينهما من بعد أتحدث عن كتائب في موقع واحد في نقطة واحدة سواء في حلب أو في دمشق لا تعمل بقيادة مركزية موحدة بعض الناس يقولون ننسق التنسيق في هذه الحالات لا يكفي يجب أن ننتقل إلى قيادة مركزية موحدة وقيادة خبراء أكثر منها قيادة زعماء ويجب أن يفهم عليه الشعب السوري ما الفرق بين الخبراء والزعماء وأنا أقول حتى مشكلتنا في المعارضة لم ترقى إلى أن تكون المعارضة السورية بقيادة الخبراء الناصحين الذين يستطيعون أن يضعوا أصبعهم على الجراح قيادة الخبراء الآن بشار الأسد بوصفه عند أنصاره وأحبابه القليلين المباثرين على الأرض السورية زعيما ليس هو الذي يقود المعركة وأنا أراهن أنه يبيت الليل في الصباح أو المساء عنده ألعاب الليغو يلعب مع أولاده في فك وتركيب هذه الألعاب لأنه ما عنده شغلة الذين يديرون المعركة على الأرض السورية هم الخبراء الروس وهم الخبراء الإيرانيون المتضلعون في أمر الحرب والقتال هذه إدارة عسكرية الحرب علم الحرب علم الحرب ليست حالة من عليهم عليهم أنا أقول هذا الكلام لكي لا نفجع لكي لا تفجع هذه الثورة هؤلاء رجال هؤلاء الكتائب جميعا يحبون شعبهم ويحبون ثورتهم وهم مستعدون لأن يضحوا بكل شيء من أجل انتصار هذه الثورة أنا أقول لهم بكل المودة والحب والاحترام علينا أن نضحي بقليل من هذه الأنا أن يتنازل بعضنا لبعض أن تبحث قادة الكتائب قادة الألوية أن يبحثوا جميعا عن الخبير ليقدموه ليقود المعركة على الأرض في كل موقع الحرب تحتاج إلى قيادة علمية تقوم على الخبرة تقوم على المعرفة تقوم على الإحاطة بالمشهد بماذا يجري حولنا يكون عندنا سيل من المعلومات المتدفقة حتى لا نخسر الموقع بعد الموقع ثم نلقي باللائمة أحيانا على الزمان وأحيانا على الأمريكان لا يحق لنا أن نلوم الأمريكان إذا خسرنا ولا يحق لنا أن نلوم الزمان إذا خسرنا يجب علينا أن نلوم أنفسنا إذا قصرنا بهذا اليوم أخي نبيل وأنا أتحدث عن الأرض أعود إلى حلب وفي حلب المعارك قائمة على قدم الوساق وفي أكثر من موقع ولكن سأقول لأهل نبل والزهراء هاتين القريتين الصغيرتين أنا أتوقع الآن أنهما أصبحتا من مشارف حلب أو من هامش حلب لأنه من ثلاثين سنة وأنا أمر عندما نخرج من حلب نمر بهما كانتا على بعد عشر كيلومتر أو هم قريبتان من خان العسل يعني من أقرب القرى أقول لهم عذ عليكم أن تعيدوا المعادلة صياغة المعادلة بطريقة أخرى يعني أنا أذكر ونحن صغار بالخمسينات والستينات حيث لم يكن هناك حزب بعث ولم يكن هناك بيت أسد ولم يكن هناك طائفية في سوريا هاتين القريتين موجودتين وعند كل أهل حلب معروف أنه أهل نبل شيعة ونحن أحيانا نسميه نبل الشريف إشارة إلى أنهم شيعة ولم يخطر لأحد ونتاجر معهم ونشتري منهم ونبيعهم ويأتون بحصادهم الزراعي إلى مدينة حلب فيبيعونه عايشين مثلهم مثل بقية الناس أنا أقول لهم بكل الود لم يكن أحد متضايق من وجودهم لم يكن أحد حامل عليهم لأنهم شيعة عليهم أن يحافظوا على علاقة وديها العيش العيش تحت ظلال السيف لن يدوم صحيح الذي يدوم هو العيش تحت ظلال الحب تحت ظلال البر تحت ظلال الوفاء تحت ظلال الإنصاف تحت ظلال العدل أنا أقول لهم عليهم أن لا يربطوا معادلة وجودهم ليس وجودهم أنا لا أتكلم عنهم أتكلم عن أحفادهم وأحفاد أحفادهم وعن أجيال قادمة القاتل سيقتل الناس لن تسكت عن فأر دماها وهذا السيف الذي تنتصرون به اليوم سواء كان سيف حسن نصر الله أو كان سيف بشار الأسد لن يدوم الذي سيدوم هذا الجوار القائم على العدل والحب والمودة بين أبناء البلد الواحد عليكم أن تحافظوا على هذا الظل الوارف الذي ظل لكم على مدى كل القرون وليس العقود إذن أريد أن أوجه هذه الرسالة اليوم أنا عندي خبر بأن قذائف وقعت على نبول قالوا على غرفة العمليات التي يدير منها حسن نصر الله وشبيحة الأسد عملياتهم ضد مدينة حلب حيث جعلوا نبول قاعدة انطلاق لقتل بقية السوريين هل أهالي نبول وهم مواطنون سوريون عاديون وبسطاء وطيبون عندهم استعداد غدا إذا ذهب حسن نصر الله بأي قوة كانت بأي قدرة كانت حتى بقوة الزمان إذا ذهب إلى بلده وبيت الأسد طواهم التاريخ كما طوا من قبلهم الأمويين والعباسيين والأيوبيين والسلاجقة والبويهيين إذا طواهم التاريخ هل عند أهل نبول كفاءة أن يقاوموا أهل مدينة مثل حلب الآن يستعدون كل أبنائها بالحرب والذبح والعدوان والقصف والتدمير لماذا هذا؟ لمصلحة من يسيرون في هذا الطريق وبالمقابل يجب أن أوجه الرسالة متوازنة أنا أقول لأبناء مدينة حلب للجيش الحر الذي الآن يحارب أهل نبول من كان منهم ليس جزءا من هذه المعادلة القاطعة الظالمة التي يريد بشار الأسد وشبيحته توظيف الناس بها وأنا استمعت مرة إلى أحد قوادهم يدعوهم إلى أن يتوظفوا معه وأن يسيروا في ركابه كمقاتلين لا يجوز أن تفرض عليه عداوة ليس جزءا منها يجب أن يعطى الناس فرصة ليميزوا أنفسهم وليتميزوا عن هؤلاء الطغاة عن هذه الجريمة القذرة لا يجوز فرز الناس بشكل جماعي والله أهل نبول الشيعة والشيعة كلهم أعداءنا هذا الكلام ليس شرعيا وليس عقليا وليس سياسيا وليس دقيقا ولا يجوز أن يعمل عليه أحد يجب أن نميز عندنا الخبيث وعندنا الطيب عندنا الذي يستعد الناس ويقتل الناس ويعتدي على الناس هو الذي يجب أن يرد عليه وأن يلجم فعله أما الإنسان الآخر فيجب أن يحفظ له حقوقه كاملة حقه في الحياة وحقه وماله وعرضه وذمه وعقيدته وهذه كلها حقوق هي زبدة خلاصة الشريعة الإسلامية التي نتحدث عنها طيب سيدي نأتي إلى قمة الثمانية ونقف عندها وقفة طويلة لكن قبل أن نقف في قمة الثمانية أريدك كمعارض سوري ما هي رسالة قمة الثمانية إليك كمعارض سوري ما نوع الرسالة التي استلمتها من قمة الثمانية والله أنا عبرت عن هذه الرسالة وسأعيد التعبير الآن عندما أسقطت في فقه الانتظار منذ قليل يعني أقول الرسائل هذه الواحدة تلو الأخرى تلو الأخرى يقولون قمة أوروبية يقولون يجتمع مجلس الأمين يقولون ثم نخرج في كل يوم بقليل من الحصاد أو بزهيد من الحصاد أو بسلبي من الحصاد المؤلم لي كإنسان سوري ولا أريد أن أقول كمعارض سوري ما هي الرسالة التي استلمتها هؤلاء المجتمعون هنا كانوا في إرلندا قالوا للشعب السوري لا نريد مساعدتكم وأنتم أقل من أن نفكر فيكم وتركوا الأمر مفتوحا والقاتل بوتين يقول أنا من حقي أن أزود بشار الأسد بقدرات قاتلة وأن أفعل ما يشاء وهذا نظام شرعي وبوتين يدافع عن شرعيته رغم أنه قتل مئة ألف إنسان حسب تقديرات الأمم المتحدة وليس حسب تقديرات المعارض السوري الذي تقدمني به ورغم ذلك الآخرون يريدون لهذه المعادلة أن تستمر إلى متى لا أحد يدري يعني وإنما هو نحن نسميه الشيء الذي جرى بشأن سوريا عندنا تعبير عامي يبقوا له والله هذا جاء زارنا زيارة سقط العتب أو سلم علينا سلام سقط العتب أو فكر فينا تفكير سقط العتب كل ما جرى حول القضية السورية الرسالة التي وصلتنا نحن كأبناء سوريا رسالة فيها سقط العتب أنه نحن ذاهبين إلى جينيف وأنه إحنا مع وحدة الأرض السورية لماذا عادت قمة الثمانية التفكير في جينيف الثنين؟ لأنه ليس عندها شيء آخر تتفق عليه وليس عندها شيء آخر تقوله ويعني إذا سمحت لي يعني هو جينيف الثمانية السؤال الآن قبيل الثمانية وبعيد الثمانية يعني أول شيء هو أصبح مش جب أولا رحلوا إلى الشهر الثامن آيوة هو مش جب لتعليق الإثم أو لتعليق العجز آيوة خلص أقولوا عندنا أخواننا المصريين إيش بقولوا بالمشمش آه وبعندنا في السوري بقولوا بسقيق الوعد يا كمون يعني هذا الكمون بسقيق يا وعدك يا وعد وسقيق يا كمون آيوة يعني انتظر انتظر بقولوا أحيانا نعيش يا كذا لا يطلع الحشيش يعني لا أحيانا نحن يقولوا لك ديش لا يطلع الحشيش يعني بسرين على القافية طيب والآن يعني يا جنيف اتنين خلص ثم انتهت المشكلة لأنهم ينظرون إلى القضية السورية على أنها نوع من الصداع العارض الذي أصابهم في غير وقته ويريدهم فقط أن يقولوا بأنهم فعلوا شيئا فأصبح جنيف هلأ جنيف اتنين كان عساسي يصير في آخر شهر خمسة يا أخي جنيف اتنين هو بالأساس جنيف واحد ما في اتنين سمحني جنيف اتنين هو الموعود جنيف واحد هو المنصري قالوا في آخر خمسة من شاء ما نتكلم بالأشهر بأكثر من اللغة في آخر خمسة ثم قالوا لا ستة ثم قالوا لا ستة قريب يعني في أول سبعة في أول سبعة اليوم كما تفضلت قالوا في ثمانية وبعد عندما سيقترب ثمانية سيقولون في تسعة وفي عشرة فتورة القتل هذه لا تؤلمهم في رسائل الله اسمح لي أميز بين نوعين من الرسائل رسالة بوتين بالشعب السوري نحسن نسميها رسالة إيجابية واخزة يعني يمسك بالمخرز ويضعه في عين الشعب السوري ويقول سنؤيد قاتليكم سنذبحكم سنصفيكم واضح لكن في رسالة ثانية صاحبها ما بيتكلم أحيانا بيتبسم أحيانا بيدير وجهه لكنها لا تقل قسوة لا أبالي بكم ليس لنا علاقة بكم لا نريد أن نساعدكم لا يهمنا أمركم هكذا تتوقع؟ يعني هذه الرسالة الأوروبية الأمريكية أصحاب مشروع العدل والحرية هؤلاء الذين يقولون بأنهم يريدون أن ينصروا مشروع الديمقراطية والحرية في سوريا أو في العالم ليس في سوريا لأننا لا نريد منهم خصوصية هم يقولون بأنهم يحملون إلى العالم أجمع مع نهاية التاريخ الآن بالنسبة إليهم رسالة الديمقراطية وحقوق الإنسان تبعا نيلسون نحن نقول شريعة محمد أنهم يقولون شريعة نيلسون لحقوق الإنسان طيب يا أخي هاتو شريعة نيلسون لحقوق الإنسان؟ لا لكي أؤكد كلامي يعني هم كما تقول المخاض السوري مش عاجبهم يعني الله نحن نعرف الديمقراطية الديمقراطية التي صدعوا بها أسماعنا كثيرا جميل طيب هو اللي صار بفلسطين لما صارت انتخابات الفلسطينية حماس جاءت بخيار ديمقراطي ولا بانقلاب عسكري جاءت بانقلاب بخيار ديمقراطي لكن ما عجبهم وهم الآن كلما نظروا في الصفحة السورية يجدون أنه هذه هذه الأصوات هو الشعب السوري عندما سينتخب سينتخب أناس يمثلونه وهو شعب عاقل وهو شعب واعي الآن أنا لا أريد أن أعطيهم خبر هم يريدون أن يتذرعوا ولا يريدون أن يبحثوا يعني الشعوب عندما تكون في حال الثورة تتكلم بغضب لكن ساعة الرأي تتصرف بحكمة ساعة الإنجاز تتصرف بحكمة الشعب السوري شعب يمتلك مخزون من الحكمة التاريخية الحضارية التي تسبق كثير من أمم الأرض رغم ذلك أنت سألتني ما هي الرسالة التي وصلتنا أنا على الصعيد الشخصي كإنسان سوري جاءني الصوت من أوباما من أولند من كاميرون لا نبالي بمصابكم لا نريد أن نساعدكم وأنتم وهذا الذي يقتلكم ويعتدي عليكم أنتم وحسن نصر الله وإيران وروسيا دبروا رؤوسكم معهم رؤوا ناركم تأكل حطبكم أو أنتم أشرار بعضكم ببعض نحن ليس لنا علاقة فيكم هذه رسالة مؤلمة وفي نفس أنا رجل فوق الستين في الخامسة والستين الآن إذا عندما أعبر عن ألم أظن السوريين الذين يعيشون بالمخيمات الآن والأطفال منهم بشكل خاص شعورهم بالألم مضاعف أكثر أنا كلما شعرت أو سمعت طفل صف رابع أو ثالث أو ثم يسأل عن صفه أشعر بحجم الفاجعة يقول أريد أن أعود إلى صفه هذا الطفل الآن أنا أقول بعض الناس يقول لي في الموازنات أنه والله روسيا خسرت كثيرا من ضمير وقلوب الأمة العربية والأمة الإسلامية وأصبحت وأقول أمريكا التي كانت تريد أن تصحح صورتها طيب أمريكا من يوم يومها مبادرة وسباقة ولا تنظر بالعالم وخصوصا لما الأمور تتعلق في إيش بإسرائيليين لماذا الآن صار أوباما قبل أن يتكلم كلمة بعد على السبعمية لماذا؟ يعني أنا بدي أسأل سؤال أخي نبيل لو أن حسن نصر الله دخل إلى ما يسمونه إسرائيل ونسميه نحن فلسطين اشتاح الحدود الآن وكان على الأرض التي يسموها إسرائيل صار له شهر الآن على الأرض السورية تقريبا وبدأ يقتل بالإسرائيليين كما يقتل بالسوريين الآن من الناحية الإنسانية أنا أتكلم هذا إنسان وهذا هل كان الموقف الأمريكي والأوروبي سيكون في هذا أنا كضحية أسأل لماذا؟ هذا مثل ما قال مقتد الصدر يجعلون عاليها سافلها إذن أنا كإنسان عندما علموني أن العنصرية شيء كريه وأنه الدم إذا كان دم مسلم أو دم مسيحي أو دم يهودي أو دم بوذي أو دم هندوسي هو دم واحد وإذا كان دم عربي أو دم كردي أو دم أمريكي أو دم إنجليزي أو دم أبيض أو دم أسود أو دم أحمر هو دم واحد هكذا علمونا وهكذا تعلمنا نحن من شريعتنا إذن عندما الآن أنا كإنسان وأرى أن هؤلاء الناس معاييرهم للدماء ليست واحدة هناك دم هين عليهم يجتمعون وينفضون يجتمعون وينفضون منذ 27 شهرا ولم يقدموا شيئا وهناك دم عزيزة عليهم لو أنا أحيانا أشعر لما بيجي خبر الآن في الإعلام والإعلام مهمته يجيب الأخبار لما بجيبه خبر عن كلب أو عن حيوان اليوم أم بيرحة كان فيه خبر وأتحفتنا فيه وسائل الإعلام بعضها عربية قنوات عن عيد ميلاد غوريلا في إحد حديقة الحيوان يخطر في بالي أن هذا الغوريلا صار أكرم من الشعب السوري عند هؤلاء وأهم أن هكذا يخطر قد أكون أنا مخطئا لكن هذا شعور نفسي أن هذا الغوريلا الآن الذي يحتفي به العالم بعيد ميلاده ويقدم له العالم أنا لا أقول يقدم له موظفو حديقة الحيوان أقول العالم الحضارة حضارة القرن الحادي والعشرين تقدم له الهدايا في الوقت الذي يذبح فيه الطفل السوري بسكين حسن نصر الله ولا أحد يبالي سيكون الإنعكاس على نفسي خطيرا وسيكون الإنعكاس على نفسية الشباب أخطر وسيكون الإنعكاس على مستقبل العلاقات الإنسانية أكثر خطورة سيد العزيز هناك طرح طرحه قمة الثمانية وهو مواجهة التطرف والكيمياوي الذي أذيع عنه وحكي عنه أنه موجود على الساحة السورية ماذا تريد من قمة الثمانية أن تتكلم عن التطرف مواجهة التطرف والكيمياوي دعني أقول كلام واضح أنا أقول الشعب السوري كله في مواجهة التطرف والتطرف الحقيقي وليس التطرف الاعتباري حسب اعتبارات أخرى لا علاقة لها بالتطرف وأنا أريد أن أرسل الرسالة المهمة التالية لمن ترسلها إلى الذين يريدون أن يواجهوا التطرف ولا القمة مواجهة التطرف ليس بإعطائه المزيد من الفرص وأعود بك إلى البداية أخي نبيل عشرة أشهر تقريبا على الأرض السورية والشعب السوري لا حمى لا عصى ولا حجر ثم والمجتمع والقتل مستمر والذبح مستمر يعني حمز الخطيب متى قتل؟ في البداية في البداية هل رأيت بشار الأسد يفرق الناس بالخراطيم المياه؟ لا فورا بالرصاص المطاطي دائما بالرصاص الحي وهم يتفرجون وبسبب التفرجهم وبسبب أنهم يديرون ظهرهم وبسبب أنهم لا يبالون ذبح حمز الخطيب ذبح ثامر الشرعي قتلت هاجر الخطيب كلهم أطفال أتكلمكم صار ما صار في البيضة داسوا على وجوه الناس بالبستار صار ما صار في بانياس صار ما صار في درعة كل هذا والمجتمع الدولي يتفرج في ظل هذه الفرجة وبماء هذه الفرجة بدأت تشور أنا لا أقول لا يوجد في سوريا تطرف أقول هناك حالات فردية جدا جدا من التطرف في سوريا هذه الحالات الفردية لا يجوز النفخ فيها وتضخيمها وتجسيمها وتسليط الضوء عليها كما يفعل بعض الكتاب الذين يدفعوا لهم فيكتبون بماء المال المدفوع لهم ثانيا لا يجوز أعطاها الفرصة لكي تنمو يعني الآن اللي براهنه أنه نحن يا أخي في سوريا متطرفين إذن خلي بشار الأسد يسحقهم يمحقهم خلي حسن نصر الله يسحقهم يمحقهم وأنا أقول بل لن يستطيع لا بشار الأسد ولا حسن نصر الله ولا إيران ولا روسيا أن تسحقهم وأن تمحقهم بل سيجدون إذا استمر هذا المنهج هؤلاء المتطرفين هؤلاء المتطرفون المحدودون المعدودون الأقلة سوف يجدون الفرصة ليزدادوا عبدا وحدة أقرأ لك والمشاهد الكريم غرفة عمليات مشتركة في مطار دمشق الدولي لنظام الأسد وإيران وحزب الله والمجموعات العراقية كشف ضابط أمن كبير في مطار دمشق الدولي عن إنشاء غرفة عمليات مشتركة مؤلفة من ضباط من نظام بشار الأسد وإيران وحزب الله والعراق وتحدث الضابط عن استخدام النظام آلاف المقاعدة وقاتلين العرب والأجانب لتشارك قوات النظام في عملياته العسكرية لقمع الثورة السورية ونقل تلفزيون الآن في تلفزيون اسمه الآن أعتقد لبناني ما هيك؟ نعم عن المصدر قوله إن النظام بدأ منذ شهر نيسان الماضي قبل شهرين يعني بتجهيز اقسام المعهد الفني وورش الإصلاح في المطار وتحويلها إلى قواعد عسكرية بإدخال عشرات الدبابات والآليات الثقيلة إليها فضلا عن تجهيز أماكن للمدفعيات الثقيلة والراجمات وأشار الضابط إلى بناء وحدات سكنية في المطار لتكون مقرات للمقاتلين الأجانب الذين وصلوا بأسماء وهمية مزودين بكميات كبيرة من الأسلحة والذخار وقال المصدر نفسه قال إن إنشاء غرفة عمليات مكونة من ثلاثين ضابطا نصفهم من قوات النظام وعلى رأسهم العميد هيثم سليمان تعرفوا؟ إضافة إلى تسعة الضباط إيرانيين وثلاثة الضباط عراقيين وثلاثة الضباط من حزب الله وأوضح المصدر أن هؤلاء المقاتلين الأجانب على الشكل التالي 2500 مقاتل تابعين إلى حزب الله قدموا من بيروت 2300 مقاتل غير منظمين يحملون الجنسية العراقية جاءوا بحجة حماية المراقد الشيعية المقدسة 2000 مقاتل من الحرس الثوري الإيراني جاءوا من إيران عبر طائرات تحمل كميات كبيرة من الذخائر 1500 مقاتل من جنسيات مختلفة بينهم أفغانيون ويمنيون جاءوا لحماية المراقد الشيعية إضافة إلى 500 مقاتل من كوريا الشمالية وبين الضباط وبيّن الضباط أن العدد الإجمالي للمقاتلين الأجانب كان أكثر من 6000 مقاتل قبل أن يخرج من المعركة نحو 500 مقاتل منهم من عاد إلى بلده ومنهم من قتل وجرح أو ضمن الأسرى لدى الثوار السوريين وينتشر المقاتلون الأجانب على الجبهة الممتدة على طريق دمشق على طريق مطار دمشق الدولي إذ يسيطرون على مساكن الغسولة العسكرية أو الغسولة العسكرية إضافة إلى مساكن ضاحية السكة ومعمل البواري في قرية الشامية في حين يتم تجميع العتاد الثقيل في مطار التدريب المدني في سياق متصل بالدور الإيراني في سوريا نقلت وكالة مهر الإيرانية للأنباء عن متحدث باسم مزارة الخارجية الإيرانية عباس عرقشي نفيه ماروج عن اعتزام إيران رسال أربعة آلاف جندي إلى سوريا وقال عرقشي في مؤتمر صحفي في مؤتمر صحفي إن الأنباء والتقارير الإعلامية الواردة محظ كذب وافتراء وغير واقعية ودمشق والجيش السوري ليس بحاجة لهذا النوع من المساعدات إذ أن الجيش السوري بإمكانه التصدر للإرهابيين بالاعتماد على إمكانياته الذاتية وكان صحيفة البرطانية ذكرت لحد الماضي أن إيران اتخلت قرارا عسكريا بإرسال أربعة آلاف جندي من حرسها الثورة إلى سوريا لدعم قوات الرئيس بشار ماذا تقول في ذلك؟ جزاك الله خيرا هنا عندنا أكثر من رسالة الرسالة الأخطر في تصوري أنا هي أن هناك غرفة عمليات في مطار دمشق الدولي في مطار دمشق في غرف ناوم وكل شيء في غرفة عمليات يعني قيادة مركزية موحدة من خبراء على مستوى دولي ولا أعجب أن يكون بينهم إيرانيون وإيرانيون وروس ومن كل المستويات يدرسون المعطيات على الأرض ويوجهون بتحركات طبعا عندهم الروس عندهم حتى أقمار صناعي والإيرانيين عندهم يتجسسون يأخذون صور الأرض وأين يوجد المقاتلون ثم يخططون وأنا كما قلت وأؤكد هذه الحرب هي كما هي حرب شجاعة وذراع ورأي وبارودة وطلقة وقذيفة هي حرب علمية يجب أن يكون لنا نصيب في هذه الإدارة المماثلة الموازية ومن هنا أنا ألقيت ندائي إلى أخواننا الثوار على الأرض بأن يتوحدوا تحت إدارة قيادة مركزية علمية قبراء حقيقيين يقودون هذه المعنى كهذه الرسالة الأخطر الرسالة الثانية بشار أسأل عندما كان يتحدث عن حرب دولية أو كونية عليه طبعا كاذبا الآن هو يريد أن يطبق هذا وهو يجمع فلول الناس من كل أن أسقاع الأرض تحت رايات طائفية مقيتة نحن لا نريد أن نغمس فيها لكن بالنسبة للأرقام التي ذكرتموها ويعني هي مقاربات في هذه الأرقام لا يوجد دقة لكن الحقيقة التي أريد أن أقولها عندما يقول شخص أنه خمسة آلاف أو ستة آلاف مثلا دخلوا من حزب الله أربعة آلاف مثلا من إيران التصور الحقيقي لهذا العدد قال كلمة قالها بزمان هارون الرشيد قال بجيش أوله عندك وآخره عندي يعني الآن لما إيران تبعت عشر آلاف إيران عند استعداد تبعت عشرة بعد عشرة بعد عشرة بعد عشرة بعد عشرة لحد الميت ألف فيجب أن نحسب بالميزان الاستراتيجي هذا حسن نصر الله عنده استعداد بعد ستة بعد ستة بعد ستة لحد الأربعين أو الخمسين ألف هكذا يقول القبراء فيجب أن نحسب استراتيجيا هكذا الموازين الاستراتيجية تقول يعني الآن هو بعد ستة آلاف أو خمسة آلاف ونفرض كما تفضل بعضهم غير رأي وبدو ينسحب بعضهم قتل بعضهم جرح نقص العدد بكمل فهذه هي النظر الاستراتيجية لهذه المعركة هذه معركة مفتوحة الآن مؤتمر الثمانية في الصيغة المعلنة منه حتى أكون دقيق أنا لا أريد أن أكون ميأسا في البيان المعلن منه في الجزء المتفق عليه نفض يده من المشهد السوري لأنه أنا سأقول للمشاهدين حتى أكون منصف وموضوعي وأنا أحاول أن أكون محللا كما أنا معارض في الوقت نفسي يعني في مثل هذه البيانات السياسية البيان يتضمن النقاط المتفق عليها أما النقاط المختلف عليها فيسكت عنها البيان ما تذكر لكن كل واحد عندما يخرج من إطار البيان يقول أنا رأيي كذا 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 طبعا نحن لاحظنا أنه بعد أن خرجنا من مؤتمر بوتينسا ومؤتمر صحفي دافع عن وجهة نظره القاطعة الظالمة أولندا قام بمؤتمر صحفي ميركل وأوباما ما تكلموا وكثير من الناس توقفوا لماذا أوباما لم يدلي بمؤتمر صحفي بعد المؤتمر قالوا معنا ذلك أنه غير راض عما جرى في المؤتمر ثم كان اليوم في مؤتمر في زيارة لبرلين ومع ميركل عقد مؤتمر صحفي قال كلاما غير الكلام الوارد في البيان هو صحيح أكد على المعاني الواردية في البيان لكن أكد على رأيه قال بشار الأسد يحاول من حضوره جنيف ومن مؤتمر جنيف وهذه قضية خطيرة جدا جدا سبحان الله أنا البارحة كنت وكتبتها في مقال يريد أن يستعيد شرعيته ويكتسب شرعيته بشار الأسد لا يمكن أن يكتسب شرعية بعد مئة ألف إنسان قتلوا في سوريا هذه كلمة يجب أن أذكرها وهي كلمة مهمة ولها وزنها تحدث عن محاولات تغيير الواقع على الأرض قال أنا وميركل مختلفين لأن ألمانيا أيضا تعارض تسليح المعارضة مختلفين على التسليح لكن مفهوم أنه يمكن أن يباشر أمرا ما أو شيئا ما هذا الكلام الذي يقال في المؤتمرات أو في البيانات الختامية يجب أن نبحث عن المسكوط عنه كما نبحث عن الذي تم النص عليه نحن الآن هذه الصورة أصبحت بيد المجتمع الدولي يجب أن نقول بأنه ربما يكون هناك أطراف دولية سوف تساعد المشهد السوري أو الثوار في سوريا على الثوار في سوريا الآن أعود إلى المستوى السياسي يعني يعني أن يكفوا ردات الفعل الفردية غير المنضبطة أنا لا أعرف من هو هذا الشخص مثلا الشخص اللي أكل أو شق قلب إنسانه أكله بطريقة مثيرة يعني وبطريقة تثير وشمأز أي إشمأزاز وتثير لا شريعة بتقبلها ولا دين بيقبلها ولا طبع إنسان طيب هو إذا كان قصده أنه يظهر شجاعة ويظهر نبل ويظهر بنفس الوقت إيش بسموها حمية للثورة يعني هو كم حتى في القضايا النفعية أنا أتكلم أرفض الأمر من حيث المبدأ مهما كان رصيده إيجابيا لكن فكيف ورصيده السلبي الآن أصبح كلمة على رأس ديسان كل من يريد أن يندد بهذه الثورة الشريفة النظيفة المضيئة كيف أن هذا المثل الآن بوتين الطالع عن نازل يقول هؤلاء الذين يفعلون كذا وكذا فمثل هذه الأفعال اللامنضبطة الأقوال اللامنضبطة الكلمات اللامنضبطة التي توظف ضد مصلحة الثورة والثوار هذا فعل أو هذه كلمات نستطيع أن نقول هي من صخط الله سبحانه وتعالى لا يجوز لمسلم أن يندفع إليها نحن الآن في مشهد الدول العربية مشكورة بعض الدول العربية وأنا أعود لكلمة بعض لكي أؤكد على أننا يجب أن نتفق على هذا البعض تحاول أن تمد يد مساعدة حقيقية لثورة سوريا عندنا بشارة بالأمس وصلت دفعة من الأسلحة المتطورة هكذا ترى هذه الأسلحة من دفع ثمنها ومن حين يعني لا أريد أن أسأل هذه الأسلحة أنا أقول كتر الله خيرهم وزادهم يقال أنها أسلحة من دول عربية يعني وزادهم من فضله ونزيدهم من شكرنا ليزيدون مما قال لا إن شكرتم لا أزيد أنكم نحن نريد هذه المعركة يقال أنها الأسلحة وأعجبني وأعجبني اليوم في كلام أوباما أيضا في المؤتمر الصحفي توصيفه للدولة السورية التي نريد أن نصير إليها ونحن لسنا مختلفين معه على دولة ديمقراطية للحرية للحرية للعدل للكرامة تمثل كل أطياف الشعب السوري لا نريد أن نقصي أحدا لا نريد أن نستعدي على أحد لا نريد أن نظلم أحدا هذا ما يريده أوباما إلى سوريا والشعب السوري يريد دولة ديمقراطية نصفها العدل والمساواة ونتمنى للدولة السورية القادمة هذه المواصفات إلى هنا عزاء المشاهدين أشكركم على كرم المتابعة كما أشكر